موسيقى الـ 11 مساء بتوقيت أبو ظبيا السابع مساء بتوقيت جرينيج روسيا وأمريكا هل يشهد العالم عودة إلى أجواء الحرب البائدة منذ أكثر من عشرين عاما انهار ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي وانهارت معه الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي وانتهت المواجهة بين واشنطن وموسكو وباتت الولايات المتحدة القطبة الأوحد في العالم لكن عودة فلاديمير بوتين إلى سدة السلطة في الكريملين حمل معه الكثير من التغييرات فروسيا اليوم لم تعد تدعي لإرادة واشنطن بل إنها غالبا ما تدخل في صراع مع غريمتها التقليدية السابقة وباتت واشنطن ترى في موسكو حجر عثرة أمام تنفيذ سياستها من إيران إلى سوريا ومن كوريا الشمالية إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة وجاءت أخيرا قضية عميل الاستخبارات السابق إدوارد سنودين الذي اللجأ إلى روسيا لتصب الزيت على النار الشعور السائد حاليا في واشنطن هو أن روسيا تحاول الدخول في صدام مع الولايات المتحدة وكأنها تحاول إعادة أمجاد الماضي روسيا وأمريكا هل يشهد العالم عودة إلى أجواء الحرب الباردة؟ موضوع حوارنا الليلة على سكايوز عربية حوار الليلة مع عمر عبد الحميد نرحب بضيوفنا في حوار الليلة من موسكو الكاتبة والباحثة السياسية يلينا سوكونينا ومن واشنطن أساذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بواشنطن دكتور إدموند غريب ومن القاهرة عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية سفير محمد أنيس السالم بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم وأستفساراتكم على تويتر وفيسبوك قبل أن نبدأ النقاش هذا موجز من الأنبع روسيا وأمريكا هل يشهد العالم عودة إلى أجواء الحرب الباردة موضوع حوارنا الليلة نرحب مرة أخرى بضيوفنا من موسكو الكاتبة والباحثة السياسية يلينا سوكونينا ومن واشنطن أساذ العلوم أو العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بواشنطن الدكتور إدموند غريب ومن القاهرة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد أنيس سالم نذكركم أيضا بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك مرحبا بضيوفي جميعا وأبدأ من واشنطن مع الدكتور إدموند غريب مساء الخير يا دكتور إدموند يعني مصطلح الحرب الباردة يعود من جديد هذه المرة على لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نفس الوقت يعني الإدارة الأمريكية أو معظم المقربين منها يصورون الأمر في علاقات موسكو وواشنطن وكأن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أصبح الشيطان الأكبر لماذا أعتقد أن هناك عدة أسباب أولا على الرغم من استخدام الرئيس أوباما لعبارة الحرب الباردة وعلى الرغم من وجود قوة في العاصمة الأمريكية بعضها في الكونغرس بعضها في وسائل الإعلام بعضها في مراكز الأبحاث بعضها في بعض الدوائر الأمريكية التي لا تزال تنظر إلى روسيا إلى حد ما على الرغم من المتغيرات التي شهدتها روسيا وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي لا تزال تنظر إليها إلى حد ما وكأنها تتقمص شخصية الاتحاد السوفيتي ولكن إجمالا أعتقد أن هناك أراء أخرى أيضا في العاصمة الأمريكية ومن بينها حتى الرئيس أوباما على الرغم من استخدامه لهذه العبارة عن أجواء الحرب الباردة وعن الصور النمطية إلى حد ما إلا أنه لم يستمع إلى المطالب التي طلبت منه من قبل بعض وسائل الإعلام مثلا أحد الصحف الرئيسية في أمريكا وهي النيويورك تايمز طالبت بإلغاء القمة في روسيا وبعضهم طالبوا بعض وسائل الإعلام طالبت بالمقاطعة بعض أضغاء مجلس الشيوخ أيضا طالبوا بمقاطعة الألعاب الأولمبية والذهاب إلى أبعد من ذلك ولكن إجمالا الرئيس أوباما قال بأن هذه مرحلة كانت هناك خلافات طبعا أحدها وربما السبب المباشر كانت قضية سنودن الأمريكي الذي سرب المعلومات ولكن أيضا في نفس الوقت الرئيس أوباما أوضح بأنه لا يريد أن يقطع هذه العلاقات والاجتماعات التي كانت مقررة بين وزراء الخارجية ووزراء الدفاع للطرفين استمرت هذا صحيح ولكن إذا كانت رغبة الرئيس الأمريكي هكذا بعدم قطع العلاقات ولو حتى العلاقات الشخصية بينه وبين نظيره الروسي كيف يمكن فهم أن يقوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بوصف رئيس روسيا بأنه طفل غير مبالي يجلس في الغرفة الدراسية كيف يمكن فهم ذلك؟ فعلا فيها نوع من أو فسرت على الأقل فيها نوع من الاستعلائية إلى حد ما ولكن لا أعتقد أن هذه ستؤثر كثيرا على الرئيس الروسي هناك عقلية لا تزال موجودة أو سائلة بأن روسيا هزمت أو الاتحاد السوفيتي هزم وأن روسيا لم تتحرك أو تتعامل كما كان يتوقع بعض المسؤولين الأمريكيين وبعض الباحثين والإعلاميين وهي أنها يجب أن تكون دولة ديمقراطية كما ترى الولايات المتحدة الديمقراطية أنها يجب أن تكون تابع إلى حد ما للولايات المتحدة وهذا لم يحدث خاصة مع بروز بوتين على السحر طيب اسمح لي دكتور تحول إلى موسكو مع الكاتبة والباحثة السياسية الأستاذة يلينا سبونينا مرحبا بك سيدة سبونينا يعني عودة أجواء الحرب الباردة هكذا تحدث الرئيس الأمريكي ردت موسكو على لسان وزير الخارجية لافروف وقال بأنه لا يرى في ذلك عودة لأجواء الحرب الباردة لكن من الواضح أن الكثير من المعلقين في الغرب تحديدا يقول بأن موسكو تحاول وتسعى لاستفزاز واشنطن والحوادث طبعا كثيرة وعديدة كما تفضل ضيفي دكتور إدمان غريب الآن أشار إلى الحادثة الأشهر حاليا وهي منح اللجوء السياسي لعميل الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن ما مصلحة روسيا في استفزاز واشنطن؟ أنا أيضا أعتقد أنه ليست هناك عودة إلى أيام الحرب الباردة وروسيا لا تستفز أمريكا قطعا المشكلة في عدم الثقة بين موسكو وواشنطن روسيا ما زالت دولة قوية رغم أنها ليست بنفس القوة مثل الاتحاد السوفيتي السابق فهذا أحد الأسباب لماذا لا نتكلم اليوم حول الحرب الباردة السبب الآخر أنه ليست هناك رغبة من قبل الطرفين اللي عودت للعودة إلى هذا الأحد المزعج على أقل روسيا ليست لديها مثل هذه الرغبة ولكن مشكلة أنه هناك قضايا عادة حاولت روسيا أن تتعاون لحلها مع واشنطن ولم تكن هناك خطوات إيجابية قضية سنودن فقط أصبحت حجة ولكن هناك قضايا عادة تراكمت من قبل على سبيل المثال طلبت روسيا التعاون مع أمريكا في بناء الدرع الصاروخي في الأوروبا الشرقية على أسس متساوية مع أمريكان ولكن أمريكان نظروا إلى هذا المقترح باستكبار ولم يتجاوب كما أرادت روسيا الملف النووي الإيراني أيضا يسبب الخلافات بين الطرفين الملف السوري والعلاقة بين إدارة الرئيس الأمريكي والمعارضة في داخل روسيا كل هذه الأمور تزعج موسكو منذ سنوات طويلة رغم أنه في بداية ولاية أوباما رأينا انفتاحا ما وحتى وصلنا إلى بعض الاتفاقيات المهمة بخصوص تخفيض الأصلحة النووية عفوا سيدا سكننا أنت تلقينا بكل المسؤولية على الجانب الأمريكي في وصول العلاقات إلى هذه الدرجة هل من جزء ولو بسيط على موسكو أن تتحمله طبعا السقة هي غير موجودة بين الطرفين ولكن أنا أشرح كيف ينظر إلى هذه القضية الريء الاجتماعي الروسي والسياسيين الروس هناك تصور في داخل روسيا أن أمريكا لم تستجيب بشكل مطلوب على مقترحات روسيا في بداية أهد أوباما هناك كان انفراج فقط في السنوات الأولى من ولاية أوباما الأولى نعم أقلية الحرب الباردة تسيطر على بعض العقول في روسيا أنا هنا أوافق مع سيد أوباما ولكن أقلية الحرب الباردة للأسف تسيطر على بعض العقول في أمريكا أيضا مثلا جون مكين الذي حرب في فيتنام هو دائما يتكلم بانتقاط شديد عن روسيا أو مثل هذه الطلبات لمقاطعة الألعاب الأولمبية في مدينة سوشي في سنة 2014 هل هذه الدعوات تليق على شريك استراتيجي وهي روسيا طيب اسمحي لي سيدة سبونين أتوجه إلى السفير محمد أني السالم في القاهرة مرحم بك سيد السفير استمعت إلى رأيين رأي أمريكي ورأي روسي يعني أريد منك أن تعطيني رأيك الخاص فيما يتعلق بالأجواء التي تعيشها العلاقات الآن بين واشنطن وموسكو هل ما يدور فعلا ينبئ بعودة أجواء الحرب الباردة أم أنها مجرد فترة توتر وسيتم احتواؤها هو العلاقات تعكس طبيعة العلاقة من أنها في جزء منها علاقة تنافسية ولكن في جزء آخر هناك تعاون بين الطرفين في عدة قضايا ويكفي أن نذكر أن الطرفين مثلا اتفقوا على اتفاقية ستارت التي هي خفض الأسلحة الاستراتيجية في فترة رئاسة الرئيس أوباما الأولى أيضا اتفقوا على تعامل مع أفغانستان ووصول القوات الأمريكية إلى طرق الإمداد الخاصة بالقوات الأمريكية تعاونوا في موضوع فرض العقوبات على إيران فهناك مجال للتعاون لا يزال قابل تعاونوا أيضا في دخول روسيا إلى منظمة التجارة العالمية فإذا هناك مناطق مشتركة ولكن هناك أيضا مناطق أخرى خلافية أحدها موضوع سوريا موضوع سنودن طبعا كان له تأثير كبير هناك خلافي أيضا في الخطوة التالية في مجال التعاون في مجال الأسلحة الاستراتيجية يكفي أن نتذكر أن الطرفين يملك فيما بينهما أكثر من 90% من الأسلحة النووية الموجودة في العالم اليوم وبالتالي التعاون بينهما ضروري لتلافي الحوادث لمحاولة إيجاد طرق لخفض مستوى هذا التسليح خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الطرفين سيد السفير لماذا وصلت الأمور إلى هذه الدرجة من التوتر بين الطرفين؟ أنا أريد أن أوصف هذا التوتر لأنه يكفي أن نتذكر أنه بعد إعلان الرئيس أوباما بإلغاء القمة مع بوتن وجدنا أنه وزيري خارجية ووزيري دفاع الطرفين التقية في واشنطن في محادثات تسمى اتنين زائد اتنين وواضح أن هناك عمل مشترك على موضوع سوريا هناك اتفاق على كثير من النقاط في موضوع سوريا ويعني الاتنين بيعكسوا أن الخلافات ما هيش خلافات بينهم كطرفين بقدر ما هي خلافات بين الأطراف السورية فيما بينها فهناك مجال كبير للتعاون وفي جميع الحالات نريد أن نتذكر أنه في الشهر القادم سيكون أوباما في سانت بيترسبرغ وسيلتقي برئيس بوتن ولكنه ألغى قمته المفترضة أن كانت تعقد في موسكو لكن سيد سفير دعني أتحول من جديد إلى واشنطن مع الدكتور إدمون غريب دكتور إدمون هل جاءت قضية إدوارد سنودين ومنح روسيا لجوء سياسي له لمدة عام كقطرة أفاضت الكأس كما يقال وكشفت خبايا الخلافات بين البلدين بدون شك أن قضية سنودين كانت مهمة ربما يمكن القول بأنها رأس جبل جليد العائم وبالتالي فهي كانت قضية مهمة لأنها محرجة للإدارة الأمريكية كثيرين من الأمريكيين والكثيرون في العالم ينظرون إلى سنودين ليس كجاسوس أو ليس كمجرم كثيرون ينظروا إليه على أنه رجل قدم خدمات كبيرة للعالم وحتى في أوساط الرأي العام الأمريكي أظهرت بعض استطلاعات الرأي أن أكثر من 55 إلى 56% من المواطنين الأمريكيين يعتقدون بأن سنودين قدم خدمة كبيرة وأنه وطني ولا يعتقدوا بأنه مجرم فقط حوالي 34% قالوا أنهم يعتبرونه خائنا الإدارة واجهت انتقادات حادة على المستويين العالمي والداخلي وهي أيضا وجدت نفسها تحت ضغوط من قبل وسائل الإعلام من قبل بعض أعضاء الكونغرس في مرحلة تحتاج فيها إلى دعم بعض أعضاء الكونغرس للحصول على تمرير لبعض القضايا الداخلية إن كبعضها يتعلق بموضوع العناية الصحية الذي مرره إدارة الرئيس أوباما بعد أن يتعلق بقضايا الهجرة وهل يعقل أن يكون ثمن تمرير كل هذه القضايا الداخلية هو توتر العلاقة مع الشريك الروسي فعلا هذا هو سؤال مهم جدا هل كان يجب تصعيد هذا التوتر إلى المستوى الذي شاهدناه هناك البعض في الولايات المتحدة الذين انتقدوا إداء الإدارة انتقدوا إداء وسائل الإعلام انتقدوا إداء أعضاء الكونغرس الصقور خاصة الليبراليين الجدد والمحافظين الجدد الذين يوجهون عادة اتهمات قاسية لروسيا ولقيادتها حيث أن عددا من هؤلاء يقول بأن الرئيس بوتين يختار كثيرا ما يختار أن يضع إصبعه في عيننا وبالتالي فأنه يجب أن يكون لدينا موقف قوي وواضح ولكن أيضا الإدارة بحاجة إلى دعم روسيا في عدد كما ذكر السفير سالم في عدد من القضايا ويمكن أن نتحدث عنها أكثر فيما بعد سيدة سبونينا في موسكو هناك أيضا تصريح لافت من الإدارة الأمريكية بأن الخطاب المعادي لواشنطن في أمريكا قد زادت حدته مع وصول الرئيس بوتين للكريملين من جديد في مايو من العام الماضي نعم الرأي الاجتماعي الروسي هو لا يثق بأمريكا كثير من استفتاءات لرأي العام تشير أن أكثرية المواطنين الروس يجاوبون بالله على السؤال هل تثقون بأمريكا فلو كانت هناك قضايا أخرى فيها التعاون والتقدم ملحوظ بين موسكو وواشنطن لم يكن إدارة أوباما تأخذ قضية سنودن بمثل هذا الرد الفعل ولكن الرأي العام ربما سيدة سبونينة معروف في روسيا وهكذا تقول المعارضة بأنه موجه من وسائل الإعلام الرسمية التي تجابه الولايات المتحدة وتعاديها بشكل واضح وصريح لا صدقوني مثل العالم العربي لا يسق بأمريكا في روسيا نفس الشعور خاصة أن المواطنين كثيرون عاشوا في أيام الاتحاد السوفيتي السابق وبالفعل أقلية الحرب الباردة هي مسيطرة ولكن هي مسيطرة وكرر على الأمريكان أيضا في روسيا على فكرة لا نتكلم حول إلغاء زيارة أوباما إلى موسكو كريملين يقول أنه تم تأجيل هذه الزيارة وسيد شاكوف مستشار خاص لرئيس بوتين بشؤون دولية قال بأنه دعوة لرئيس أوباما هي مفتوحة فهناك أمل على كل في كريملين أن المفاوضات ممكن أن تستمر وممكن أن تتم هذه الزيارة فيما بعد ورغم كل شيء وسائل الإعلام الأمريكية ربما حادة في انتقادها لبوتين شخصيا سيد سفير سالم في القاهرة هل تلعب شخصية الزعيم الروسي دورا أو هل لعبت دعنا نقول دورا في وصول العلاقات إلى هذه الدرجة من التوتر في تصوري هناك بعد دائما في العلاقات الشخصية بين الطرفين ولو نظرنا إلى الاجتماع الأخير اللي تم بينهما في بريطانيا أثناء قمة الثمانية كان من الواضح جدا أن الكيمياء الشخصية ما كانتش جيدة رأينا انتقادات بعضها متجاوز من جانب أوباما بالمناسبة مش بس في مؤتمر الصحفي الأخير ولكن منذ مدة طويلة وهو يوجه ملاحظات شخصية على أداء بوتين أعتقد أن بوتين لديه مشكلة وهو أنه يريد أن يعود بالمكانة الروسية والتواجد الروسي على الساحة الدولية وفي مناطق معينة استراتيجية يريد أن يعود بها بعد مرحلة من التراجع والتردد هو أيضا رجل قرار في فترات سابقة الإدارة في روسيا كان فيها كثير من التعدد ويمكن بعض الشخصيات اللي يمكن لها صفات قيادية قوية سواء من ديف أو غيره يمكن هو رجل له خلفية في الكي جي بي وبالتالي لديه إدراق عميق بالقضايا ويعرف كيف يدرس الملفات وبالتالي لا يريد أن يسلم بإعطاء مزايا للجانب الأمريكي دون أن يأخذ مقابل لها لصالح المصالح القومية الروسية سنتناول في الجزء الثاني من حوار الليلة مسألة تراجع نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة وهل يمكن أن تستغل روسيا هذا التراجع لصالحها نتابع في الجزء الثاني نواصل حوار الليلة حول روسيا وأمريكا وهل يشهد العالم عودة إلى أجواء الحرب الباردة نرحب مرة أخرى بضيوفنا في حوار الليلة من موسكو الكاتبة والباحثة السياسية يلينا سبونينا من واشنطن أستاذ العلوم أو العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بواشنطن إدموند غريب ومن القاهرة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية سفير محمد أنيس سالم نذكركم أيضا بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك نستعرض الآن بعض المشاركات التي وردتنا من المشاهدين قتاد رويلي يقول في مشاركة له على فيسبوك الحديث عن حرب باردة مجرد تمثيلية لتبرير إخفاقات أمريكا في الشرق الأوسط أبو أحمد الجمال يؤكد من جهته أن عودة الحرب الباردة ستؤدي لإحداث توازن قوى في المنطقة أما قادر كريم فيشير إلى أن الحرب الباردة يمكن أن تؤدي لظهور حروب أهلية بسبب دعم كل قطب للأطراف المساندة لسياسته لكنها ستقلص من هيمنة القطب الواحد على العالم عبدالرازق ديب يعبر عن تشاؤمه بالقول ستبقى الصراعات والأزمات دون حلول مما يستنزف دول المنطقة ويفتح الباب أمام مزيد من التناخر عبدالقادر العمودي يبدي من ناحية تفاؤلا أكبر إذ يؤكد أن الحرب الباردة ستعيد التوازن للمنطقة المشاهد أنتونيو يقول على تويتر الحديث عن الحرب الباردة هو ما تصوره القوتان للعالم لكن في الخفاء هما حليفان والإعلام يخدع الجمهور ناصر بن منع أيضا على تويتر يشير إلى أن الطرفين في حرب مستمرة وأساعدتما الأوضاع العربية الحالية في جعل سوريا ميدانا للحرب الباردة أخيرا المشاهد الذي يلقب نفسه خوف يؤكد أن عودة الحرب الباردة ستعيد التوازن والاستقرار ما حدث من اضطراب وفوضى هو نتيجة لهيمنة قوة واحدة مرحبا بضيوفي وتحول إلى واشنطن مع دكتور إدموند غريب دكتور إدموند لوس أنجلس تايمز تتحدث عن تراجع النفوذ الأمريكي وضعفه في المنطقة هل يفسر ما جرى في العلاقات الروسية الأمريكية هذا الضعف وهذا التراجع؟ هل يمكن ربط الأمرين؟ أعتقد أولا أن هناك أصوات مختلفة في الولايات المتحدة حول هذا الموضوع وهناك من يتحدث عن أفول أو بداية أفول الحقبة الأمريكية وهناك أسباب وراء ذلك سأشير إليها بعد فترة ولكن في نفس الوقت هناك من يرفض ذلك أولا أعتقد أن انتصار الولايات المتحدة أو ما نظر إليه الكثيرون على أن انتصار الولايات المتحدة في الحرب الباردة في أمريكا نفسها سمح أو أعطى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة هي دولة لديها مزايا خصوصية على المستوى العالمي والتاريخي والأخلاقي وغير ذلك وفسر خاصة القوى التي برزت لأنه كان بعد نهاية الحرب الباردة كانت هناك رؤيتان في الولايات المتحدة رؤية تقول بأننا دفعنا ثمنا ضاهظا نتيجة للحرب الباردة بالأموال وبالأرواح ولذلك آن الأوان للانكفاء إلى حد ما ولبدء إعادة أعمار الولايات المتحدة لإنفاق الأموال على البناء التحتية لتطوير التربية العناية الصحية ومساعدة المسلمين وغير ذلك كان هناك تيار آخر يعتقد أن الولايات المتحدة أيضا دفعت تمنا باهظا بسبب موقفها ضد الشيوعية في خلال الحرب الباردة ولذلك فإنها يجب أن تستثمر الانتصار الذي حققته وهذا الرأي أيدته مجموعة المحافظين الجدد في الولايات المتحدة طبعا التدخلات الأمريكية في الحروب خاصة حرب العراق حرب أفغانستان كلفت على الأقل 8 تريليون دولار وليس 2 أو 3 تريليون دولار كما يقول البعض وقد تصل كلفة إلى أكبر من ذلك وهذه بدأت تؤثر على الرأي العام الأمريكي وعلى الاقتصاد الأمريكي ولذلك بدأنا نرى محاولة ورؤى جديدة وتحليلات وتفسيرات طبعا الولايات المتحدة لا تزال الدولة الأقوى في العالم فيتنفق عسكريا ربما أكثر من كل منافسيها أو كل الدول القريبة منها مجتمعة إلى حد كبير وهي دولة غنية ولكن هناك نوع من التراجع القطبية الأحادية بدأت تتراجع إلى حد ما وهناك بروز أقطاب جدد ربما اقتصاديا أكثر من عسكريا ومن هنا نرى الدور المتزايد لروسيا وخاصة في المناطق المحيطة بها في القوقاز وفي آسيا الوسطى وفي ما يعرف بأنه المناطق القريبة البعيدة أي منطقة إيران والخليج والشرق الأوسط سيدة سبونينا في موسكو لدي سؤالان قصيران في الأول هل أنتم في موسكو تشعرون بتراجع النفوذ الأمريكي؟ لا أبدا لا نشعر بتراجع النفوذ الأمريكي ولكن نشعر بعدم نجاح سياسة أمريكا رغم أن النشاط الأمريكي هو مستمر نعم يعني أنتم لا تشعرون بتراجع النفوذ الأمريكي لكن بماذا تفسرون هذه المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة في أفغانستان وأنتم ساعدتهم في أفغانستان في العراق في سوريا الآن العالم كله الآن دخل فترة المشاكل الكبيرة وهي ممكن أن تستمر هل التوتر بين روسيا وأمريكا ممكن أن يساعد على التوازن في منطقة الشرق الأوسط مثل ما قال أحد المشاهدين أشك طبعا في ذلك بالعكس الخلافات بين روسيا وأمريكا ممكن أن تساعد على حدة المشاكل في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق ولكن سياسة أمريكا الآن نعم عفوا سيد سوبرنين خلينا ناخد مثال كان هناك ارتباك في الموقف الأمريكي تجاه ما جرى في مصر ويجري في مصر الآن هل يمكن أن تستغل روسيا هذا الارتباك في الموقف الأمريكي الذي تردد في اعتبار ما وقع في مصر انقلاب عسكري أم ثورة شعبية هل يمكن أن تتقدم روسيا وتأخذ زمام المبادرة بموقف واضح وصريح وسط هذا الارتباك الأمريكي في مصر لحتى الآن لا أتصور ذلك ونفس الارتباك أيام أحداث بداية ثورة مصر كان ليس فقط في أمريكا ولكن في أوروبا وفي روسيا أيضا نعم سياسة روسيا بتجاه سوريا يمكن لا ترضي الكل ولكن هي واضحة وملموسة أما السياسة أمريكية تجاه سوريا على سبيل المثال هي متزبزبة وفي بعض الأحيان يبدو أن الأمريكان لا يعرفون ماذا يريدون أن يفعلوا فيما بعد ولكن روسيا لا تريد أن تستغل هذا الموقف وعلى العرب أعتقد أن يراهنوا على أنفسهم وليس على دول كبرى وليس على المواجهة بين دول كبرى بالإضافة إلى انشغال كل من روسيا وأمريكا بشؤونها الداخلية ولنتذكر خطاب براك أباما في بداية ولايته الثانية تقريبا لم تكن هناك قضايا دولية مذكورة في هذا الخطاب ولكن كان يتكلم حول البطالة حول الأزمة المالية والاقتصادية ونفس الشيء الوضع في روسيا السفير محمد أنيس سالم ما الأثر المتوقع لهذه الحالة الراهنة للعلاقات الروسية الأمريكية على ملفات الشرق الأوسط هو اللي يمكن القضية الأولى اللي مطروحة النهاردة هي موضوع سوريا الوصول إلى مؤتمر جينيف 2 ومؤتمر تمخذ عن اتفاق أمريكي روسي وبالتالي تفعيله وعقده والنجاح في الوصول لنتائج من وراء هذا المؤتمر يحتاج الاستمرار في التعاون الأمريكي الروسي أنا أرى أن هناك محاولة لفصل العمل على هذا المؤتمر عن مجمل العلاقات الأمريكية الروسية سوف نرى في الاجتماعات الفنية التي ستعقد في أواخر هذا الشهر وهو ما حدث بالفعل الوزراء الأربعة في اجتماع 2 توصلوا إلى مسألة الدفع قدما في اتجاه جينيف 2 النية موجودة لكن سوف نرى كيف تترجم إلى واقع حركي ملموس هل سنرى فعلا اتفاق على تحديد موعد والتحرك إذا المؤتمر بشكل أنه يعقد بشكل ناجح هذا اختبار موجود بين الطرفين أعتقد أنه موجود ما أعتقدش أنه في ملفات أخرى كثيرة مطروحة بشكل حد لأنه وصول الرئيس جدير إلى سدة الحكم في إيران تتيح فترة للتنفس وبالتالي هناك لا توجد قضايا حدة تتصل بإيران تحتاج إلى مراجعات بين الطرفين بين الروسيا والولايات المتحدة بالنسبة للمجمع الأوضاع الأخرى في المنطقة لا أعتقد أنه هناك تغيير كبير أريد أن أذكر أيضا هنا أنه التغيير الذي يحدث في الاستراتيجية الأمريكية هو جزء من موقف شامل للرئيس الأمريكي يتكون من عملية مراجعة السياسة التي كان نفذها الرئيس السابق أو الأسبق بوش وهو أن التراجع عن الاشتباك في مناطق كثيرة عسكريا بقوات أمريكية هذا واضح جدا فيما فعله أوباما الخروج من أفغانستان الخروج من العراق عدم التورط في موضوع ليبيا فكرة قيادة من الخلف فكرة إعطاء دور أكبر لقوة إقليمية لمعالجة الأوضاع في المناطق التوتر فكرة مهمة جدا هي عملية إعادة التمحر باتجاه أسيا البيفوت توردز إيجيا اللي هي الحقيقة بتحتاج إلى إعادة موامة السياسات الأمريكية في اتجاهات جديدة وبالتالي ليس من مصلحة أوباما ولا من تفكيره استمرار التوتر مع الروس في أشاركلاوس سيد غريب رغم قرار أوباما إلغاء قمةه مع بوتين إلا أن الاجتماعات متواصلة بين الجانبين وبوتين وعفوا أوباما سيأتي إلى سان بيترسبورغ وسيحضر قمة الجي تونتي هل يعني ذلك أن موسكو أو أن واشنطن دعنا نقول تشعر بأن موسكو لا تريد أن تغلق الباب وترد بطريقة موازية أو متساوية على الخطوة الأمريكية لاحظ المحللون الأمريكيون ردت الفعل الروسي عندما قال الروس بأن الموقف الأمريكي وإلغاء الاجتماع بين الرئيسين كان مخيبا للأمال ولكنه في نفس الوقت وأن هذا مؤشر على أن الولايات المتحدة لا تريد أن تتعامل على قدم المساواة وبطريقة متكافئة مع روسيا إلا أن روسيا أيضا تريد في نفس الوقت استمرار علاقات التعاون والتعاون مع الولايات المتحدة وأعتقد أن هذا أيضا هو الموقف الأمريكي فهناك بعض الخلافات من بين هذه الخلافات التي لم نتطرق كثيرا إليها بالإضافة إلى مثلا ما ذكرته الدكتورة سوبونينا بموضوع أزمة الثقة الأساسية بين البلدين وهي مثلا الدرع الصاروخية هناك أيضا خلافات حول توسع ناتو إلى الشر وهذه من الأمور المخلقة أيضا لروسيا خاصة أنه حتى في مايو الماضي وفي يونيو الماضي تحدث وزير الخارجية لأمريكا ثم تحدث قائد زعيم حلب شمال الأطلسي فولغ راسموسين بأنه بضم جورجيا فكرة ضم جورجيا إلى حلب شمال الأطلسي وهذه من بين القضايا التي أغضبت الروس وربما ساهمت في تصعيد التوتر في الصراع في الحرب الجورجية وهذا أعتقد أنه أمر مهم جدا بالنسبة لعوية البلدين لبعض رمال بعض طيب اسمح لي الدكتور واسمحوا لي ضيوفي الآخرين بأنني سأخذ وقفة قصيرة سنتابع بعدها الجزء الثالث والأخير من حوار ليلى نستكمل حوار الليلة حول عودة أو إمكانية عودة الحرب الباردة وأجوائها إلى العلاقات الروسية الأمريكية وتحول إلى موسكو مع سيدة يلينا سبونينا سيدة سبونينا كثير من المحللين ينظرون إلى موقف بوتين الداعم بقوة للرئيس السوري بشار الأسد وكذلك لمقاومة روسيا لفرض أي عقوبات على إيران كحجر زاوية في التنافس الأمريكي الروسي هل يمكن أن تقدم موسكو تنازلات في هذا السبيل؟ لا ليس هناك تنازلات من قبل روسيا لأمريكا حول ملاف سوريا ولأنه حتى كلم نفسها التنازلات ليس بمكانها روسيا دائما تقول بأن هناك قضايا أكثر من موضوع التعاون السنائي بين روسيا وسوريا وهذه القضايا متعلقة بمستقبل المؤسسات العالمية وبدور الأمم المتحدة وبمبادئ السيادة الدول وعدم تدخل في شؤون دول روسيا تريد أن تحافظ على هذه المبادئ ولكن في نفس الوقت هناك أصوات في الغرب لإجراء الإصلاحات لردود الفعل الأسرع على بعض الأزمات في العالم فنحن الآن في المأزق ليس أنا أقصد العالم كله الآن في المأزق لأن الأسئلة كثيرة ولكن الأجوبة عليها غير موجودة روسيا على كل لا تستفيد من توتر العلاقات مع أمريكا وموسكو أوضحت بكل صراحة أن تريد أن تحافظ على العلاقات استراتيجية مع واشنغتون فالقمة في بداية سبتمبر في مدينة سانك بيتربورغ ستكون مهمة ولكن تأجيل زيارة أوباما إلى موسكو بالتأكيد لن تسعد على نجاح مبادرة جينيف وستكون هناك صعوبات أكثر في تنفيذ هذه المبادرة دعيني أنتقل إلى سيد إدموند غريب في واشنطن ونفس سؤالي ولكن بطريقة أخرى كما طرحته على سيدة سبونينة هناك قضيتان أساسيتان تمثلان خلافا كبيرا بين موسكو وواشنطن سوريا وإيران بعد أن وصلت الأمور في العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى هذه الدرجة هل يمكن أن تتغير الآلية التي تتعامل بها واشنطن تجاه هاتين القضيتين؟ أعتقد أن ما سمعناه من ضيوفك وما تفضلت وأشارت إليه هو أنه كان في السابق نوع من التذبدب أو الارتباك ربما في بعض المواقف الأمريكية تجاه السياسة تجاه سوريا وبالتالي فهنا هذه من بين الأمور أن هناك نوع من التفاهم على الأقل بالنسبة للأهداف بين الولايات المتحدة وبين روسيا حول سوريا فالولايات المتحدة وروسيا تريدان التوصل كما تقولان إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وإلى حل سلمي ولكن كما ظهر من خلال الاجتماع الذي تفضلت وأشرت إليه بين وزراء خارجيتين الدفاع والخارجية للبلدين فأنهما اتفقا على أن لا يتفقا على الأقل بالنسبة لبعض المواضيع المتعلقة في سوريا مثلا الروس يريد مشاركة إيران في مؤتمر جنيب الأمريكيون يقولوا أن إيران هي طرف في الصراع بالنسبة لموضوع أيضا الشروط المسبقة الروس يقولوا يجب أن لا تكون هناك أي شروط مسبقة بالنسبة لسوريا أو على الحكومة السورية للمشاركة في قمة جنيب بينما الأمريكيون لا يزالون يتحدثون بعضهم عن تنحي الرئيس السوري وبعضهم لا يزال خاصة ربما رسميا أكثر يقولوا بأنه يجب تفويض أو تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة هذا بالنسبة لسوريا بالنسبة لإيران أعتقد هناك نوع من التعاون وكما أعتقد أشار السفير سالم هو أنه كانت تفق البلدان على فرض عقوبات حتى على إيران الروسيا لا تريد انتشار أسلحة نووية جديدة ولكن هناك قلق أمريكي من التعاون مع إيران ومن الأعلى الأقل أنه قد تتحرك روسيا باتجاه تعاون أو دعم أكبر لإيران وبالتالي فأن هذه من الأمور المقلقة بالنسبة لبعض السياسيين الأمريكيين ولهم قلقين من الموقف الروس طيب سفير محمد أنيس سالم في القاهرة هناك صحيفة شهيرة تعرفها سيدة سبوني أنا طبعا في موسكو اسمها كوميرسانت صحيفة مشهورة وقريبة من الكريملين نقلت عن مصادر في الكريملين وقالت أن واشنطن قررت مراجعة علاقتها مع بوتين وشط بروسيا من لائحة الدول المهمة لسياستها الخارجية هل يمكن تصور ذلك؟ لا أتصور ذلك حتى إذا رجعنا حديث الرئيس أوباما وهو يتكلم عن إلغاء القمة يتكلم عن أنه محتاج وقت لعادة تقييم والعلاقة مع روسيا وذكر أن هناك كثير من القضايا التي حدث فيها تقدم بين الطرفين أعود وأذكر أن في مجال التسليح النووي القوتين الأعظم في العالم اليوم اللي لديهم 94% من أسلحة العالم النووية هم روسيا ولديها أكثر من 8000 قطعة سلاح وأمريكا لديها أكثر من 7000 قطعة فإذن لا بد من التعاون بشكل وصيق بين الطرفين أمريكا تصرف الآن 55 بليون دولار سنويا على ترسنتها النووية الرئيس أوباما يعتقد أنه يمكن خفض على الأقل الأسلحة الباليستية الطويلة المدى من حوالي 1600 صاروخ باليستي بمقدار التلت على الأقل لأنه لا يوجد داعي لهذا المستوى من التسليح النووي في هذا العصر هذا يمثل وفر كبير بين الطرفين فهناك فرصة كبيرة بينهما للتعاون في هذا الملف هناك عدد من الملفات الأخرى أيضا هناك يستمر التعاون فيها لما نتحدث عن موضوع كوريا الشمالية موضوع الانتشار النووي اسمح لي سيد سفير قبل أن تغادرنا سيدة سبونينا بسرعة سيدة سبونينا أنت ذكرت جون مكين وكيف أدل بتصريحات ضد موسكو هناك جون آخر جون بولتون قال بأنه يعتقد أن حان الوقت للولايات المتحدة أن تلحق الألم بالرئيس بوتين الذي لاعب بالقلق الذي يسببه لأمريكا حسب بولتون هل روسيا مهيئة لهكذا تطور بسرعة شديدة؟ أنا التقيت في زماني بسيد جون بولتون وعرف دائما أن تصريحاته هي شديدة اللهجة ولكن التعاون بين روسيا وأمريكا يستمر الخلافات ستستمر أيضا ولكن ليس هناك آلام كما يقول بولتون اسمحي لي أنتقل إلى السيد شكرا لك جزيلا يلينا سبونينا في موسكو في واشنطن وطبعا بسرعة شديدة سيد إدماند غريب التوقعات كما تقول الصندي تايمز اليوم الأحد تقول بأن أوباما مهدد بخسارة الحرب الباردة لصالح غريمه وخصمه فلاديمير بوتين كيف تعلق على ذلك؟ أعتقد أن هذا طبعا كهذه الصحيفة لعبت دورا أيضا كيال من بين من دعوا لإلغاء الاجتماع بين الرئيسين هناك قوة كما ذكرت في البداية في الولايات المتحدة لا تزال تهيمن عليها أفكار الحرب الباردة ولكنني أعتقد أن المصلحة الأمريكية وعدد من القادة البارزين بمن فيهم الرئيس أوباما يعلمون أن هناك مصالح مشتركة وأن الروس يعلمون ذلك ولذلك سيستمر هذا التعاون فالولايات المتحدة محتاجة لمساعدة أمريكية بالنسبة للملف الكوري الشمالي كما ذكرتم بالنسبة للملف الإيراني بالنسبة لعدد من القضايا الأخرى خاصة أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى حلفا صينيا روسيا جديدا وهذه من المخاوف الأمريكية إذن ربما قد تكون هناك حاجة خاصة عندما اقتراب سحب القوات الأمريكية من أفغانستان فأمريكا ستكون محتاجة للمساعدة الروسية وألا فأنها ستتحول إلى كاركة شكرا جزيلا لك دكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في واشنطن وأشكر أيضا ضيفي في القاهرة عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية السفير محمد أنيس السالم وكنت قد شكرت ضيفتي يلينا سبوننا في موسكو غدا نفتحه ملفا آخر من ملفات حوارنا على سكاي نيوز عربية نلتقي على رأس الساعة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر